السلام عليكم اليوم رأنا في طريق مبين بيجايا وديجل وفي هذا الطريق في عدة انفاق جديدة حوالي خمسة انفاق مبين ثلاثة في بيجايا وزوج انفاق في ولاية جيجل وهذا الانفاق يعني بفضل هذا الانفاق التي تم انشاؤها مؤخرا على الطريق هذا اصبح لدينا الطرق القديمة كما هذا الطريق اللي رأنا فيه هذا هو الطريق القديم وهنا هذا الطرق القديمة هذه لا لابد استغلالها للجانب السياحي وعدم تركها لإهمال كما رأنا نشوف هذا الطريق القديم هذه اذا لابد من استعمالها كطرق سياحية كما الزيقوات في بيجايا الطرق القديمة لتعلموشات جميلة جدا ممكن استعمالها للسياحة اذا لابد من استعمال هذه الطرق وهنا رأنا امام جسر جسر بتاع اه عش الباس هذا الجسر هذا الذي تم انشاؤه اه نشوف اه الجسر ضخم اه فيه حوالي اه خمسمائة وستمائة متر و اه اه شي جميل جدا يعطي منظر رائع امام شاطئ البحر وهنا في اه امام يعني في مكان الطريق اللي كان من قبل اه لابد من التفكير في انشاء اه مامرات او مصارات سياحية هنا نلاحظ الجسر هذا العملاق من اه انشاء جارك شركة زابطة الجزائرية لاحظ المنشأة الفنية رائعة هذه على شاطئ البحر وهنا نشوف السيارات والمركابات تستعمل هاد الجسر اذا لابد ولابد من استغلال هذه الطرق القديمة اللي اه اصبحت متوفرة على طول الطريق الساحلي ما بين ولاية بيجايا وولاية جيجل اذا لابد من استغلال هذه الطرق القديمة في غرض سياحي وكذلك تهيئة الحواف منطع الطرقات اكدو نعود على ولا نمل من تأكيد على اه تهيئة الحواف منطع الطرقات وخاصة طرقات سياحية او في المناطق اللي تقع في المناطق سياحية لابد من تهيئتها وتنظيفها وحتى تزيينها بطريقة اه تلبي المعايير والمقاييس المعمول بها في الدول العالم بأسره نحن لسنا اه نعيش في قراري وحدينا لابد ان ناخد اه تجارب الدول اللي سبقونا في هذا الميدان لازم نعاود نهيئ فضاءات سياحية انتهى هنا والمهم انه اه وهذا اهم جدا انه كل هذه الفضاءات السياحية قبل ما نفكر في السائح الاجنبي هذي الفضاءات هي اه يعني نحتاجها كجزائريين كعائلات جزائرية نحتاج إلى هذه الفضاءات السياحية اللي ترفيها عن نفسنا فالسياحة هذه قبل ما نفكر في السياحة الخارجية او الاجنبية لابد ان نطور السياحة الداخلية ونخدم العائلة الجزائرية قبل كل شيء اذا هذا هو منطيقة غار مغارة غار الباز وفيه مغارة لهيه